أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً معلوماتياً حول تأثير متحور أومايكرون على سلاسل التوريد العالمية وأكد تحليل مركز أن الشركات التي تضررت بشدة جراء الجائحة هي شركات السيارات وشركات المنتجات الصناعية كما أكد تحليل مركز المعلومات أنه في ضوء استمرار مخاطر أزمة سلاسل التوريد العالمية تسعى الدول كافة إلى جعل سلاسل الإمداد الخاصة بها أكثر مرونة في استقبال الأزمات من خلال الدراسات المتعمقة لأسواق الإمداد وأيضاً تحديد أقرب البدائل في حالة الأزمات